نظمت اليونسكو ندوة على هامش الاحتفال بتسليم جائزة اليونسكو الملك حمد لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم ندوة علمية نقاشية شارك فيها الفائزان بتقديم عروض عن المشروعين الفائزين وعدد كبير من الخبراء والمختصين من عدة دول كما عرضت وزارة التربية والتعليم في الندوة تجربتها في مجال التمكين الرقمي على هامش الاحتفال بتسليم جائزة اليونسكو الملك حمد لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم نظمت اليونسكو ندوة علمية نقاشية شارك فيها الفائزان بالجائزة بتقديم عروض عن المشروعين الفائزين بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين من عدة دول إن الجائزة قد احتثت اتجها حقيقيا لتشجيع المبادرات الناجحة وإن المشروعين الفائزين قد تم اختيارهما من بين 143 مشروعا جميعها متميزة ولذلك جاءت فكرة تنظيم معرض على هامش هذا الاحتفال للتعريف بالمشروعات العشر الفائزة وهي في الحقيقة مشروعات قيمة جدا ومن مظاهر زيادة الاهتمام بهذه الجائزة أن بعض المشاركين فيها أصبحوا من فئة الوزارات الحكومية وهذا يؤكد المزدقية الكبيرة التي باتت تحظى بها هذه الجائزة السعداء في جائزة حمدان بن راشد المكتوم لدى التعليم المتميز بالمشاركة في جائزة الملك حمد اليونسكو رعاه الله وحفظه هذه الجائزة العالمية تثبت للجميع أن البحرين سباقة في كل شيء فهي من أوائل الدول في منطقة الخليج في التعليم النظامي وهي أيضا من أوائل دول الخليج في استخدام التكنولوجيا في المدارس نهنى مملكة البحرين على هذا الإنجاز الحضاري الكبير تفاجأنا بالمشاركات الواسعة من 78 دولة من بينها وزارتان لتربية والتعليم وأكثر من 143 مشروعا واعتقد أن الجائزة أصبحت من الأهمية بمكان وتلفت والانتباه إليها على الصعيد العالمي وقد عرضت وزارة التربية والتعليم في بداية الندوة تجربتها في مجال التمكين الرقمي حيث تحدث سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم موجها شكره وتقديره للمنظمة لإطلاقها مثل هذه الجائزة الدولية الهامة والتي تلبي جانبا من أهداف اليونسكو في نشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال على الصعيد العالمي في مجال التعليم مشيدا بتبني المنظمة للمشاريع التعليمية الرائدة في هذا المجال ومؤكدا أن مملكة البحرين قد تجاوزت مرحلة نشر المنظومة الإلكترونية في المدارس وهي الآن تعمل من خلال مشروع التمكين الرقمي على تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال للوصول إلى التعليم الجيد كما قدمت الأستاذة أمن الصليطي مديرة مدرسة العروبة الابتدائية للبنات عرضا حول مشروع التمكين الرقمي في التعليم والذي يعد امتدادا لمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي دشنه عاهل البلاد المفدى حفظه الله في مدرسة الهداية الخليفية عام 2005 وتم تعميمه على جميع المدارس عام 2009 بعد أن تم استكمال تشبيك تلك المدارس وتدريب المعلمين والمعلمات على استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية حيث جاء مشروع التمكين الرقمي الذي أعلن عنه عاهل البلاد المفدى حفظه الله عام 2015 والذي يعد متطلبا أساسيا من متطلبات تحقيق مجتمع المعرفة لدوره في سد الفجوة الرقمية بين مختلف أفراد المجتمع ومواكبة تطورات العصر ومواجهة تحديات المستقبل وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة المستدامة حيث تناول عرض مملكة البحرين كيفية تهيئة المدارس وتدريب المسؤولين فيها وأثر التعليم الإلكتروني في تحفيز وتشجيع الطلبة مما كان له المردود الطيب على تحصيلهم الدراسي وكذلك تطبيق منظومة المختبرات الافتراضية والتي تتيح للطلبة الاستغلال الأمثل لتجارب العلمية وتحليلها أن اختيار مشروعي الخاص بدعم وتطوير النظم التعليمية يدعو إلى الثقة في اختياراتنا وذلك لأن لجائزة لينوسكو الملك حمد بن عيسى الغليفة سيت كبير في الوقت الحاضر تسعى جل المشروعات إلى المشاركة فيها أشعر بسعادة بالغة بالمشاركة في هذا المعرض والندوة إن اختيار مشروعي لا تفية من قبل لجنة التحكيم يشجعنا على المضي قدما في تطوير المنظومات التعليمية للتحول الكامل نحو التعلم الإلكتروني كما شهدت الندوة بعد ذلك تقدم عروض حول المشروعين الفائزين بالجائزة لهذا العام حيث قدمت المملكة المغربية عرضا حول مشروع البرنامج الوطني لتعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل التعليم والذي يهدف إلى إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين فرص الحصول على التعليم وتجويده في المدارس الابتدائية والثانوية حيث سهم في زيادة نسبة التعليم إلى 95% وعمل على خفض 53% من معدل تسرب من المدارس كما قدمت جمهورية الهند عرضا حول مشروع مبادرة التعلم المتصل والذي يهدف إلى توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين فرص الطلاب في المجتمعات الفقيرة للحصول على التعليم الثانوي والعالي في الهند ويغطي المشروع 478 مدرسة ثانوية حكومية و 1767 معلما و 42 ألفا و 46 طالبا وطالبة في أربع ولايات هندية وفتح باب النقاش حول التحديات التي يواجهها التعلم الإلكتروني والتحول الحاصل في المجالين التعليمي والتربوي وتمويل التكنولوجيا وتدريب المعلمين وأولياء الأمور هذه الجائزة مهمة جدا لأنها أولا تعقس اهتمام جلالة الملك بالتعليم والتعليم الإلكتروني واستخداماته في قضايا التكنولوجيا والاتصال هذه الجائزة تمشي مع الخطط الاستراتيجية لليونيسكو وتنسجم معها تماما خدمة للتنمية والسلام شاركنا السنة في جائزة اليونيسكو الملك حمد للتقنيات وفزنا من ضمن أفضل عشر مشاريع مقدبة من مجموع المشاريع التي تم تقديمها شعورنا طبعا ما يوصف أننا تم تمييزنا من ضمن عدد كبير من المشاريع التي وصلنا إلى 143 مشروع كما شهد المعرض المقام على هامش حفل تسليم الجائزة مشاركة الدول الحاصلة على المراكز العشر الأولى في عرض وتقديم مشروعتها شكرا شكرا موسيقى شكرا موسيقى موسيقى شكرا